السلام عليكم. كانت منكم تكونوا كولكم بخير وعلى خير اليوم ان شاء الله غادي نوجد معاكم الكيكة ديال كل انها اللي كاتجي مهوية وخفيفة وطالعة وغير بجوج بيضات غادي نخليها السامبل سامبل كاتجي بنينة وغادي ندرو حد المكون اللي غادي جزيدها ارتوبية وغادي تقلص مدة طويلة وهي رطبة وغادي زيدها وحد البنة اللي غادي جي خاطيرة غادي تعجبكم ان شاء الله هاد المكون ساهل وموجود في اي بيت وغادي نطرقوا جميع النقط المهمة باش نجح معاك الكيكة وخا تكوني اول مرة غادي تجربها غادي تنجح معاك وما تنسوني شمال لي لايك والبارتاج كيف ديما وشيس على قزوين او لا شي قليب وشكرا الله يجازيكم بخير غادي نبدو النقطة المهمة هي جوج بيضات يكونوا على درجة الحرارة الغرفة كاس ديال ياغورت ديال الفانيتا وكذلك يكون على درجة الحرارة الغرفة عدنا نص كاس ديال الزيت كاس ديال السكر ناعم الحبيبات ثاني ذا واحد رشة ديال الملحة اللي كتزيد مذاق الكيكة باش كتجينا بنينا ما تبقاش غا كيكة حلوة وصافي هاد البيضات من الاحسن يكونوا اكبار يعني كبار تقريبا فيهم بشي ثلاثة وستين جرام عدنا وحد صاشي ديال باني يمكن لكم تديرو هاد سكر بانيلا او للعود ديال باني او لسائل ديال باني ويمكن لكم تكتافيو غاب القشرة ديال الحامض كيما غادي نوريكم غادي ندوز هاد شي كلو في هاد طحان ديال العصير لي كيجي عمالي وساهل وذيمن كتسولو على هاد طحونة او لها الطحانة غادي نخلي لكم اه الرقم ديال الواتساب مني نخديتها في اول تعليق ان شاء الله صافي كان طحن بمرة وغادي نحك قشرة ديال هاد الليمون حامض من الاحسن حقو غنص ديالها ولا بغيتو قع حقو كنتو مسالين حقوها كاملة النصب غادي تخدمو به والنصب غادي تديرو في بلاستيك وتديروه في المجمد غا تخدمو مرة اخرى شي حلوة او لا شي كيك اولا اللي كان ومل احسن حقو آآ القشرة الخضرة فقط وما تديروش آآ البيضة حاط البيضة كتدير المرورة ويمكن لكم إلا كانت عندكم قش آآ ليمونة صفرة رتاية زوينة هاد الخضرة كتعطي مضاق اكتر زوين صافي غادي نقسمها الى جوج وغادي نعصر العصير ديالها غادي خرج ليا تقريبا وحد ثلاثات المعالق يكونوا كبار ديال العصير ديال هاد الليم كاتجي ما نقوش لكم الكيكا رائعة رائعة بززاف سوف نحاول نصفي باش ما كي بقا غادي نضيفو على الخاليط وغادي ندوز واحد احنا فقط باش تطلق نسمة ديالها مزيان في هاد الكيك وغادي نجيبو حاد الاناء اللي كنوضع في هاد الخاليط ديالي غادي نجيبو حاد المعالقة ديال الخشب اولا ديال سيليكون وغادي تنزلوك اللي كين في الكاس بالنسبة لهاد الطحين كيجي ساهل انتي كتطحني وكتمشي تقديل مول ديالك انتي كتطحني وكتديريش بزاف الحويج كناخدو واحد صفايا اللي كنضيفو لها الجوج ديال الخمارات آآ بجوج بهم من فئة ستاشر غادي نقول لكم تاني عود ملاحظة مهمة بالنسبة آآ بعد نوبات الكيكا ما كتطلع شو ما كنعرفوش منين بعد نوبات الخمارات هيكونوا قدام وباردين ما كيقدروش يطلعون هنا الكيكا غادي ناخدو آآ طحين ديالنا وغادي نديرو على الجوج ديال الدفوعات كنديرو الدفع اللولو كنخلطو مزيان باش كينساجم وكيدخل وثاني نزيدكم واحد الحاجة كين طحين اللي كيشرب وكين طحين اللي ما كيشربش وكين اللي بينو بين يعني كيختلف بين طحين لاخر أبشي حاجة قليلة وكين طحين اللي كيجي ماك كيشربو وكيسف المقادير كامل انا جربت بزاف ديال انواع ديال الطحين ولقيت واحد طحين طحين خاطير تيسف ما كيخليش لقاع السوائل غادي نوجدو المول ديالنا وغادي ندهنوه اما بالزبدة وترشع لي شوية طحين بالنسبة لهاد المول انا ما عنديش عالي دكش علاج درت لي هاد الورقة باش وخطع الكيكا ما طفيتش ليه في الفران بالنسبة للفران غا ندوي لكم على الفران ديالي انا الفران ديالي هاد الفران جديد كيسخون بسرعة اذا ما كان سخنوش كندير درج الحرارة 150 كندخل كيكا ديالي تكا طلعت تقريبا 30 دقيقة كنشمر ريحة ديالا بانها دارت وطلعت كنحمر شوية من الفوق وغادي نخرجها بالنسبة لكم تقدرو تديرو على 180 درجة ونفس الشي كتخلي وطب من التحت وبالنسبة لفران ديال الغاز غادي تديروها ناقصة وتخنوشي شوية وتخشيو الكيكا ديالكم تكا تطلع مزيان ومن بعد غادي تهبطوها باش تحمر لكم من الفوق الكيكا تدجي الى هاتشكل تدجي طالعة وغير بجوج بيضات وزوينة وانا را اتحمرت لي ولكي راجات خاطيرة خاطيرة وانا قصد ما بغاش نزينها حت بحالة كتجي سامبل كتبقى مدة طويلة كتجي بديها اللفطور للعشية يعني كتبقى زوينة زوينة للوليدات وقدرو يديوها يقدرو بزافة الاشياء والحاجة الخاطيرة اللي غادي تطيف لها واحد البنة واحد رطوبية اللي هي غادي نوريها لكم ان شاء الله اللي هي هاتي كتكون موجودة وهدي هي لقيتة ديالها وكتعطي الكيك شي حاجة اللي هي اكثر من رائعة غادي تشوفها اللي هي هاد البرتقالة واحدة فقط ما غادي تطيبوها الكيكا باردة عندكم وغادي تعصروها فوق الكيك على هاد الشكل بارتقالة واحدة كتخلي الكيكا ديالكم كتجي بنينة بنينة وكتخليها ارتبا بالنسبة لهاد الكيكا ديالي انا كنت اه كنت مشيت العاد العائلة ديالي ولوسي كان دارتها من قوش ليك ماتا خطير عجباتنا لدرجات ما خلينا فالاخر الاخر ملقاش حقوق كل شي والتي يخبي في الحقوق دياله ولا كي راجات واعرة وشي حاجة اللي هي زوينة زوينة بزف قطعتها لكم باش شوفوها بالصحة والراحة وشكرا على المشاهدة وما تنسونيش من دعواتكم اللي لايك وشكرا للاتجاعة ديالكم وغا انتظروني في الفيديو القادم واللي بقى تال دابع المسمن غادي نديرو لكم المسمن ان شاء الله اللي كي جيته هو خطير وزوين غادي تشوفوه معايا في الفيديو اللي جاي اللي بقى تال دابع ما تنسوش ديرو قليب او جوج ونعرفكم بانكم بقيتو تال فيديو الاخر تسنوني ان شاء الله غدا وغادي نحط لكم المسمن اللي تهواجة زوين وخفيف وتقدري تديري كمية كثيرة وتخزنيها عندك في المجميد بحال هذا اللي كيجي زوين ما كتحتاجيش الوقفة بزاف في الكوزينة ديالك وكتلقي كتشهاي انتي براسك كتشهاي مسين منك تمشي تجب ديها وتسخنيها وتديري واحد البرد ديالتي وغادي تفطري او لا تديري قوتي في الاشي يا انتو ما غادي تشوفوك تنفقوك يجي مورق وزوين وما نقولش لكم شي حاجة اللي هي زوينا ورا كيما عارفين الحاجة مني سنقول لكم رازوينا رازوينا ركا تساهل وغادي تجربوها وبعينيكم غمضين وخا تكوني مع امار كدرتي لاتبعتي المراحل اللي كلهم را غا تنشحي فيهم ان شاء الله وشكرا نخليتلكم الراحة استودعكم الله الى فيديو قادم ان شاء الله بالصحة والراحة السلام عليكم